موت جديد في كل منخفض جوي يواجه من دمرت منازلهم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صورة مأساوية تفوق حد التحمل لحياة في الخيام أو المدارس أو بين ركام البيوت أو الكرافانات التي لا تصلح للسكن في انتظار وعد بإعادة الإعمار منذ انتهاء الحرب لكنه ما زال وعدا أنه المخفض ما نشاهد في المخفض يعني مش عارفين وين مكان تنزل لنا المياه ونحن قاعدين في الدار طب ولما متى هذا الوضع مش عارفين على أمل أنه إحنا العمار وعود ولحتى اللحظة مش بناشي شي مش عارفين إيش بنعمل يعني لغاية تانا نحن ننتظر وإحنا قاعدين مشاردين في شقق وأجرات وفيش إمكانية أن نحن ندفع أجرات ونقدر ندفع أجراتنا الوضع لحال الظروف اللي نحن نعيشها صعبة جدا فبنو نجيب أجرات إحنا عشان نقدر ننعيش هذه العائلة المكونة من أكثر من ثلاثين شخصا آثرت العيش في منزلها المدمر ضمن استعدادات بسيطة علّها تصد عنهم قصوة برد الشتاء وضعها صعب جدا كحال أكثر من مائة ألف في قطع غزة يعيشون بلا مأوى ولا أحد يهتم لأمرهم بيسمعونا أنه فيه داعم في مثلا أجرات فيه إشي بس بيسمعونا كلام بس فيش يعني بنشوفش حاجة منهم بنعاني كتير من نزول المية بنجيبها من تحت من الغسيل بأيدينا كهربا فيش تساعدنا حتى ندفع يعني من السقع والبرد الولد عين 24 ساعة نفلوز خدوا على الحكمة خدوا على الدكتور من الفلوانزة من السقع من البرد تساؤلات من قبل من تهدمت بيوتهم تبحث عن إجابات مطالبين الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها أمام وضعهم الإنساني بعيدا عن التجاذبات السياسية التي تزيد الوضع سوء من طالب أقصى حقوقنا أنا بيتي نزل عمره لغيره أنا مطالبش أنا بشحتيش ولا بتسول أنا بيت هذا إلي أنا هدته عمره ليا بشيته تكفلته وقلته بالحرب فيه خمسة مليار الله خمسة مش عافش شوه تبني غزة وينه مش شايفين حاجة إلنا خمس شهور ولا حد أن شافنا تضاعفت معانات الغزيين مع المنخفض الجوي في ظل تجاهل متعمد لصوت معاناتهم وعملية إعمار بيوتهم حتى الساعة محصورة تحت بند الوعود السياسية يتحكم بها محتل إسرائيلي حاصرهم حاربهم وضيق عيشهم غدا خالد لتلفزيون القدس قطاع غزة أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم ادخلوا الآن إلى mail.alqds.com ايميل القدس الايميل العربي الجديد